بالتأكيد هي هذه ثاني محاكاة أو ثاني تدريبات تجريع بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حول هذا السيناريو ولكن هي ليست التهديدات الأولى يعني لو راجعنا بمراجعة سريعة طوال العشر سنوات الماضية سنجد أن الكثير من التهديدات وكثير أيضا من السيناريوهات طرحت ولكن كمتابع بالنسبة لي هذا هو أقرب سيناريوه وأقرب وقت لتوجيه مثل هذه الضربة خصوصا أن المجتمع الدولي وصل إلى طريق مزدود من ناحية التوقيع على اتفاق نووي مع إيران يعني تركوا كثير من المجال وتدخلت كثير من الدول خصوصا الاتحاد الأوروبي جازي بقارل أرسلا باندرلاين ومن يسمع تصريحاتهم قبل عدة شهور قالوا إذا لم يتم التوصل إلى توقيع هذا الاتفاق النووي مع إيران فأنه سيكون عديم الجدوى وذلك التقدم إيران في مجال تخصيب اليوران يوم والوصول إلى نسب عالية لذلك أعتقد أن هذه المحاكات خصوصا أن أقرأ بعض التقارير أن إسرائيل مستعدة حتى عملت محاكات حسابية للصواريخ التي ستتعرض لها في حالة القيامة لهذه الضربة من قبل حزب الله ومن قبل بعض الفصائل المسلعة ووجدت أنها ستفقد قريباً تلف مواطن يعني بين قوسين وبين هلالين لهذه الحرب أو هذه الجبهة التي ستفتح على إسرائيل فيما قامت بمثل هذه الضربة أنا أعتقد أنه نحن أمام سيناريو قريب ووشيك الوقوع وإسرائيل والولايات المتحدة الذكية تحاول أن تمهد الأرض للموافقة أو للتوافق الدولي حول هذا السيناريو وهذه المحاكات يعني هناك تمهيد دبلوماسي هناك قرح وأعلام الاتحاد الأوروبي وبقية الدول لمحاولة انتصاص ردات الفعل الإيرانية خصوصاً أن إيران تمتلك الآن تقريباً عشرين رهين من الرعاية الضربية وهم احتجزون حول إيران المقايضة فيهم بما تسمى دبلوماسية الرهائن التي تستخدمها إيران بعد التدخل الإيراني الآن سنفكر أيضاً حيثيات تدخل إيران في الصراع الروسي الغربي حول أوكرانيا وتزويد الروس بمعدات أو بطائرات مسيرة وببعض المساعدات العسكرية حتى وصلت إلى بعض العتاب لأن روسيا عليها حصار أيضاً وهذه القضايا تشكل جانب مهم يعني في الوقت الذي رفضت فيه الصين مساعدة روسيا تدخل إيران بكل ثقلها في مساعدة روسيا وهناك كلام يدور خلف الكواليس حول أن روسيا أيضاً تساعد إيران في بعض التكنولوجيا النووية في بعض البرنامج النووي لذلك هذا هو إذا أردنا أن نسميها الشعر التي قسمت الظهر البعيد في علاقة إيران بالغرب ومحاولة التواصل إلى اتفاق نووي لذلك اليوم الغرب لم يعد يثق بهذا الاتفاق ووضع على الرف والآن المواجهات الحقيقية هي التي ستقرح نفسها في القريب العاجل اشتركوا في القناة